هي مطربة ذكية عارف الصوت الزكي أنا حاس أنها سكتين سكت أغاني الطعمية المصري وأغانيتهم هي الشامي واللبناني أنت رجل بقى بتحب إليسا لو عملت حتى لو قالت يارانيا فجلة هطلناها حلو دي مشكلتك أنا بس موطرد على كلمة بترس أوافي لأنها بديتديني انطباعه لهيبي ومكاتيبي نادر عبدالله مع كل التقدير لتاريخه العظيم وهو شعر كبير جدا ومهم جدا هو هنا قاعد بيجمع قفيا الزكية لما بتكون أنت اللي كتب فعلا مش أنت بتمالي حد يكتب إليسا بعد الهت قدتك جرع الدراما طويلة ده بيخلق ملع عند ناس أهلا بيكم وحلقة جديدة من بودكاست وراء مصنع الأغاني طبعا من هتذرلكم أننا كنا بقالنا المصنع في الصيانة كده وبقيت شوية لكن قررنا نرجع وللأسف الشديد أمجد مرجعني النهاردة أعمل حلقة غصبا عني عن ألبوم هعمله غصبا عني مش هقول إن وحش ولا حاجة لأ عشان الناس ما تزعلش بس خلوني الأول أرحب بأمجد وسيبه هو اللي يقول الألبوم إيه النهاردة ومين اللي هنتكلم عن النهاردة زكا أمجد زكا مصطفى أخبارك إيه والله لك وحشة كبيرة المصنع لي وحشة إحنا ما تقابلناش بقالنا زمن بقالنا شهر متبنعش من الحملة الفرنسية إنت ما رحبتش بأشرف الإسناوي أنا سيتا رحب صادقنا وضفنا للمشترك أشرف الإسناوي اللي عايز يعرف قصة أشرف الإسناوي هيرجع للحلقة بتاعة الألبوم الزهب العمر دياب وهيعرف حكاية أشرف الإسناوي نور عم أشرف ألبوم إليسا الجديد أيوة ده أولادة متعثرة أيوة ألبوم ده عشان ينزل كان فيه حروب يعني حروب يعني حروب يعني كم سنة بتحضر فيه عربع سنين ألبوم بتحضر في أربع سنين عصلا هي ده أول ألبوم ليها تكون هو إنتاجها بالاستقلال عن روتانا روتانا موزع فقط وهي كان فيه شركة تانية فيه نزاع وحوارات كبيرة كده وصراعات وحروب وقابل هو كان فيه دوكومنتري نزل على ناتفلكس لو شفتوا مش عارف اللي هو It's OK كان الدوكومنتري ده عن الألبوم وهي بتصنعه يعني يعني فيه أغاني كتير في الألبوم كانت موجودة كوالسها بقى في الفيلم ده بس أنا بحبش التشديد يعني هو دايما أنا طبعا متفاهم أن فكرة أن المطر بينتج لنفسه بعد سنين طويلة هو مع الشركة بتنتجله ده صعب مش إيه حد يقدر عليه بس بقى صنة الحقيقة خلاص بقى عورف كله بيعمل كده دلوقتي بس هو ألبوم مهم عشان هي بت يعني دخل السكة دي الأول مرة فأنت بقى تحدي يعني نوع من يعني أثبت نفسي أن أنا أعرف أعمل حاجة زي كده خاصة كمان فكرة أن أنت تعمل عن ألبوم هو الألبوم ما تعرفش تنزله بعدها فإلى هو عارف أنت أنا سلخت قبل ما أبخ يعني لهو بتعمل عن ألبوم الناس ما سمعتوش لسه هو كان المفوض ينزل قبل كده بكتير بالتزامن مع الفيلم مثلا لكن هو حصل المشاكل دي فقضايا فمش عارف إيه فهنأجل شهر في شهر في شهر فالفيلم قدم فيلم الدكومنتري اللي هو تعت حلقات على نتفلكس ده قدم فإحنا لازم ننزل الألبوم بقى ما هو ده مرتبط بده أصلا أنت أصلا إيه رأيك في اسم الألبوم أنا سكتين يعني اختيار أنا سكتين أنها تبقى الهت بتاع الألبوم إيه رأيك فيه هو ليه علاقة ب هو الألبوم ده عشان بس هو ليه تيمة يعني واضح كده أن في موضوع معين أو فكرة شاغلة في الألبوم متكررة في الأغاني فكرة أن أنا ست عندي كل الجوانب بفرح وتراقضات يعني أنا السكة اللي هي كده والسكة اللي هي كده وأنا سعب أكون طيبة وسعب أكون شريرة وسعب أكون دمي خفيف وسعب يكون مودي وحش أنا بني أدمى على فكرة اكتشفوا أن أنا بني أدمى والدوكيمنتري كان كده قوي الدوكيمنتري حالة يعني تغزل في الزاد كده اللي هو يعني أنا مع أهلي أنا مع أسرتي بصوا أنا بحب ماما إزاي وماما بتحب كده يعني خلي بالك أغلب الدوكيمنتري زي على المشاهير العرب تحديدا كده بتبقى في الإطار اللي هو أنا شخصية مثالية تقالية شوية مش تقالية بس اللي هو يعني الحاجات الإيجابية كلها حتى النقد مثلا في الدوكيمنتري إنها جابة النقد اللي هم الناس اللي زي كابلون إنها بتنشز وحاجات كده بس اللي هم بقى موسيقى بقى مرعبة وموسيقى اللي هو بقى بص والشاشة بقى بتسود إنهم إنها تنشز إنها فعجابة إن دول الفيلن بقى بتوع الفيلم اللي بينقضوه والله يا بص يعني السنة مش طالعة أو تلاش الحمد لله الحمد لله أهدر دمي في الروشة المهم بص فبس فيه 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 ثيم في الألبوم هو أنا سكتين وهو في كذا أغنية كده فيها الحالة بتاعت إن أنا بعمل كذا حاجة مع بعض وإن أنت ما تحكمش عليا بأن أنا شخص معين أولي حتى أنا بتميل على البيت اللي هو أول تراك في فكرة التناقض ده إن أنا أصلا زعلانا وبتقطع من جوه بس أنا برقص وبتميل على البيت قطر المتبوح قطر المتبوح اللي هو بيتظاهر بعكس ذلك ففكرة إن فيه دايما إنها ست مالتي ديمينشنال فأنا سكتين فأنا اشتريت الفكرة دي أنا ملاحظ إن إليسا أصلا يعني خلال السنين الأخيرة من مشوارها الفني بتتعامل بمنطق إن بتغني أغاني ذاتية أكتر يعني هي عايزة أتعبر عن نفسها أكتر مش عارف تتفق معها على دا ولا لا بس يمكن دا كمان واضح في الألبوم دا واضح من الألبوم دا والألبوم اللي قبله والألبوم اللي قبله من ساعة فكرة المرض في نص العقد الثاني من الألفية ابتدت الأغاني بتاعتها تروح في سكة الزاتية اللي هو بتكلم الشعر أنا عايزة تقريبا يعني دا تخمين مش معلومة أنا باكلم الشعر بقى أنا عايزة اتكلف المعضوات دا أنا عايزة أقول كذا أنا عايزة أعمل الحالة دي أنا عايزة أغنية عن كذا لحد اللي في أغانية اسمها ملكة الاحساس يعني في أغانية وقالنا عن لقب يعني من لقب بتاعها رب النسطر من ليس واحد دا عامل أغانية اسمها نجمة جيل طبقا مشكلة بقى يعني أصد إن فيه فعلا علامات وإشارات إنها بتاعت الاغنية عنه وحد مش عارف ايه بس طبعا مش بالمبالغة بتاعة تيلر سوفت يعني اللي هو ده يقربك بالناس مناسبة تيلر نزل الالبوم بتاعها مع إليسا في نفس الشهر يعني ف بص دي علامات بس هو ده الفكرة انه انا لما بغني اغاني ذاتية اكتر ده بيقربني من الناس هل انت ملاحظ انه إليسا كانت قريبة من الناس لما كان بتعمل اغاني بقى للسوق زي ما بيقولوا ولا هي قربت اكتر من القمور ولا ما فيش فارق اصلا اقولك لانا بالنسبة لي الذاتية بتشتغل يعني الذاتية لما بتكون انت اللي كاتب فعلا اه مش انت بتمالي حد يكتب يعني الذاتية رغم انها يعني نموذج صارخ في الكاريكاتورية يعني تيلر سوفت انها نموذج مبالغ فيه جدا بس هي هي ذاتية اكتر مبلوعة لان هي اللي بتكتب فعلا هي شعيرة يعني فهم او الناس كتير بيكتبوا لنفسهم يعني بيكتبوا لنفسهم بشكل ذاتي يعني اميري عيد مثلا في رأيي ذاتي يعني الرجل بيعرف يكتب لنفسه بشكل ذاتي حقيقي فيه ذاتية تانية اللي هو انه عايز اتكلم عن نفسي بس انا هجيب حد امال ليه الكلام او امال ليه الحالة وهو يعبر بمفرداته هو انا بحس ان الذاتية الحقيقة لازم تجي بيكتب كامل مية في المية طب انا بالمناسبة عندي شوية ملاحظات على الالبوم ده يعني من الملاحظات يعني مش كتير مثلا انه الموزع جلال حمداوي عمل أربع أغاني معاها دي من اللحظات اللي أنا عجباني جدا ويعني أعتبروا من أكتر أغاني المميزين موسيقيا في الألبوم الأغاني اللي عملها جال الحمداوي إليسا الألبوم ده بتتعاون مع أحمد زعيم كملحن في حلالي ولو إني ليه مرحظة على الأغنية دي إن الأغنية دي جاية ده مصطلح ذكوري حلالي دي ملحوظة دي ملحوظة عامة إن هي تريباً شعراء المصريين بيبعولها كلام بالمانسيت الزكوري المصري وهي في لبنان مش فاهم أن ده كلام ضلط أصلا كلام ده مش بتاعها مش حريمي خالص بس غالباً عشان يختلف اللهجة فهيب تشتري من غير ما تفرز كويس وسامر أبو طالب بالحلاء أغمية من أول السطر طبعاً الملاحظة الأبرز في الألبوم ده عودة التعاون مع مروان خوري لأنه كمان مروان من الناس اللي عملوا عملها تلات أغاني حظ تحكلي وكله وهم وشو كان بيمنعنا أغاني تمية تمية ومبدأين يعني فيه مصطلح أنا عايز أقوله فيه مصطلح عايز أقوله أن الألبوم ده منقسم إلى مش حالها سكتين أنا حاس أنها سكتين سكت أغاني الطعمية المصري وأغاني تمية الشامي واللبناني سكتين هم الطعمية والزعط والتمية بالمناسبة ده صاحب الإفة ده محمد صروة عنده إفة تاريخي بتاعه إيه الكلام اللي بينقى التومية ده عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فإنتي به العمر لكن ده واحد من أفلام المفضلة جدا وأنا كمان بيضحكني جدا فالمهم بقى أنه هي إيه يعني مروان خوري وجوده معها في الألبوم ده رجع للناس الإحساس بتاع أغاني مروان خوري مع إليسا بتمون بقى وحاجات بتمون أنا أول ما وهو كمان ليه تيما لحنية دايما هتحس إن أغاني لها طعم على مستوى اللحن كده وكما بيغني معاها بيغني معاها بيغني معاها بيغني معاها بيغني معاها بيأتأكد من الطعم في الكرال وميديلو كبلي كده طبعا أي من بهجة أمر عمل لها أغنيتين العقد والنظرة الأولى بص بشكل عام أنا شايف إن الألبوم بيتناول سامرة أبو طالب سامرة أبو طالب بنا قلته وسامرة أبو طالب بنا قلته وسامرة أبو طالب كشاعر لأن هم السنائي دا اللي كانوا كتبن لها ملكة الإحساس وكتبن لها كذا حاجة قبل كده يعرفوا يبعو لها بيعرفوا يبعو لها كويس أفكرة من أول السطر دي من أكتر لجاني العجباني أعرف أنت جدا مشاعر جديد يخش على عمر يقول له أنا عمل لك هنا اسمها الهضبة اسمها الهضبة هتشتري أشتري هتشتري هتشتري أشتري هتشتري أشتري أشتري هتشتري أشتري 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 أه بالزبط بصراحة منهوبين جدا أنا بحب أسامة مصطفى أولي أنه كتب العمر دياب أغنية اسمها على حبك عندي مئة إثبات دي حلوة جدا بمناسبة الناس اللي هتشتري فيه طبعا أسامة سبتة وموجودة نادر عبدالله واحد منناس اللي عاملين تاريخ كبير مع إليسا ولو أنه هو أكبر تاريخ نادر عبدالله هو عشان التاريخ ده بقى يعرف حسين السيد بالنسبة لعبدالوهاب أو يعني فهم كده يعني هو نادر عبدالله هو نادر بس بقى علشان كده على شون صوت إليسا أنا أول ملاحظة بالنسبالي أنه شايف أنه نادر عبدالله ليس في أحسن حالاته أو للاقته الشعرية هنجيله هنجيله وهنقطع برحتنا بس بشكل عام يعني امين نبيل برضو امين نبيل الموزق عامل بتمالع البيت وعملها حلو جدا وبالمناسبة عزيز شافعي برضو بالمناسبة الأغنية دي بما إن إحنا نبتدي بقى كلام عن الألبوم طبعا هي أول تراك وأنا تحديداً ظلمت التراك ده في حلقات سابقة لأنه ما كنتش مركز في سماعها كويس قوي بصراحة لكن تحييك على شجاعتك الأدابي لا أنا باش ألف ورجع تاني في أي وقت لما بحس إن الموضوع ليه بقى أنا بتمالع البيت سمعتها كذا مرة مش على هيدفون آه تسمعتها كده فاضطررت أسمعها على الهيدفون لأنه علشان أعرف ألقط كل التفاصيل اللي موجودة موسيقية وكان فيه فرق كبير جدا في العربية كمان لا يعني مش هيدفون مش في العربية لا جرب العربية وجرب الهيدفون وجرب الموبايل عادي آه فلما سمعتها لقط التفاصيل اللي عملها إيهاب نبيل أمين نبيل أمين نبيل عملها أمين نبيل على مستوى التوزيع لأ فرقة جدا جدا فيه شغرة إيل معمول في الأغنية انت لاحظت أنه فيه اختلاف في الماستر بين اللي نزل من كام شهر صح واللي نزل في الألبوم ما هو ده هيا لي صوت الجتار الستيل عالي شوية الجتار الستيل الجروف بقى باين أكتر بقى باين أكتر يعني تحس إن النسخة اللي نزلت قبل كده ما كانتش متمكسجة صح ما كانتش متمسترة صح كانت معمولة حلو بس كانت أعتقد هم حبوا يتطش شوية يعني عشان أنت تسمع الألبوم فان فيبقى فيه شوية ألم مع الأصوات بتعليل المهنس الصوت ده مش عارف اسمه حاجة باربار أمش فاكر اسمه بالضبط إلي باربار تقريبا كيف أكون بقوله اسمه غلط فأنا عايزة حايف حاجة إنه هو مخلي إليسا تغني بصوتين مختلفين يعني صح يعني الحتة اللي في الأول اللي هي وسط الناس وحيدة ما فيش والحاجة دي تغني من منطقة تحت أوي يعني قريبا من البيز ده مهم بالصوت ولا ملحن هقول لها هجيلك فيه هو الفكرة مش بس في الطبقة الفكرة فيه فيه إفكت فيه هنا هو حضط هنا إفكت شبه التليفون إفكت التليفون إفكت أول حاجة كده كانت مصوتها شوية والأداء بقى معاه والأداء بتاع إليسا برده اللي هو البيز بتاع الصوت وسط الناس وحيدة كده اللي هو الحتة دي هي جابة الحتة دي قوي ولايق عليها وده زكاء منها وهي بتغني أول مرة تغني التكنيك ده بالضبط رابع عليك وهي ده هي مطربة زكية عارف الصوت الزكي مش مطرب زكي اللي هو بيعني بيعمل أسفين في الناس وكده لا هي صوتها زكي ممكن ما يكونش صوتها عملاق أو صوتها يعني حلوة قوي ومش بتنشز وماشي الصوت صوتها فيه الدفوهات كلها بعرف قدي بس عندها زكاء زكاء الأداء يعني بتقدي بشكل زكي والحتة دي عجبتني قوي وعجبني أن المهندس الصوت ده عمل لها إفكت كده فاصل السنيو عن عن الفيرس يعني في الصوت يعني صوتها في الفيرس صوتها قصدي في الكورس منطلق مفيش إفكتات ولا حاجة لكن صوتها في الفيرس مكتوم بس كاتنا لها معنى يعني كاتنا متوظفة فنيا هو واضح أنه على مستوى هندسة الصوت أصل الألبوم كويس يعني بشكل عام بس الأغنية دي تحديدا كانت عايزة جهد فعلا زي ما بتقول كده في هندسة الصوت والأداء هندسة الصوت فكرة يعني هو مش هندسة الصوت بمعنى أنه هو بيصلح مش قصد كده خلص أنا عاوز أنه هو عمل الأغنية بشكل الهندسة الصوت فيها بطل يعني أنت لو سمعت الأغنية دي لايف مثلا ممكن ما تحسهاش قوي بالضبط ما هو ده الفكرة ده الفرق ما بين اللايف وما بين الستوديو أنه عندك مساحة في الستوديو تلعب وتعمل براحتك وتقدر تلون صوت المطرب زي ما أنت عايز قاعد للتلوين ده جزء من هوية الأغنية أصلا بالضبط مش مجرد أنه هو بيزبط أو بيحسن لا هو خلاها كده يعني هو ده وعجبني حاجة بقى في الأغنية دي مهمة جدا سولو السكس اللي هو اللي بتلاب هو سكس كيبورد ببدئيا هو كيبورد أكيدا بس فكردي بالأغنية بتاع بس هو مش نائلها طبعا مش نائلها مش نفس اللحن بس هو الفكرة أنه انت بتستخدم موضات في الصلوهات اللي بتتعمل دي حلو قوي سولو الجيتار اللي في الأول عجبني جدا جدا واخد إفكتات برضو واخد إفكتات الأغنية بشكل عام واخد إفكتات كتير في كمان جا واخد إفكتات في الأول بتعلى كده دي بتعجبني جدا الدخلة مميزة وتعرف إن دي غنية بتتميلة على البيت والحتة بتاعة تجمعة الإقاع وبعد كده تيك أقف وبعد كده رجع تاني يعني فهم في حتة كده السكتات وبتعلى الحاجات دي كلها بتحس إن معمولة يعني الأغنية معمولة بمزاج هد هد ده هد يعني ده غنية فعلا أول تراك تفتح ألبوم حلو جدا هي الأغنية كمان توزيعها يعتبر من قالب ال ديب هاوس ديب هاوس قلنا بل كده إنها ديب هاوس الأصوات الليلية دايما بيكون الديب هاوس الفرق بينه من الهاوس العادي أو الترايبل أو الحاجات اللي هي التكنو وكده إن الديب هاوس بيكون أصواته غمقة ليلية الأصوات اللي بيكون أوضح وأغلص أكثر غلط زياني بيبقى مناسب للديسكوهات الدسكوهات والأماكن اللي بالليل يعني الحاجات اللي هي نايتات وكده إنها موسيقى ليلية اللحن العزيز شفعي من مقام نهواند نهواند على الله طبعا التحيل عزيز شفعي لإن الأغنية دي من أحلى الأغنية اللي هو عملها فعلا ويعني من أكثر أغنية اختلافا دايما الحجة بتاعت اللي هو عزيز ده بتاعة المقاسيم اسمع باتمان على البيت عزيز عمل حاجات كتيرة غير المقاسيم طبعا وأمين نبيل بصراحة يعني عمل شغل جامد قوي في الأغنية دي وبرضو يعني عزيز الشفعي كشاعة وكملحن يعني فكومبو فكرة بتمايل على البيت دي يعني برا المصطلحات الدارجة في الأغاني المصري أصلي أنا عجبني الفرسهات كمان اللي هي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة بعيدة يعني الوصف بتاع حالة إن أنا مغتربة رغم إن أنا وسط الناس كتير قوي وسط الناس كتير أو برقص وفرحانة عاملة فرحانة ما بينموش عيوني بعدك يا حبيبي ما بينموش عزيز دي كلمة عزيز يعني بواملة عزيزية بس إليسة بتلبنن فيها شوية ما بينموش عيوني ما بينموش عيوني لا بس هي مفوت ما بينموش عيوني بعدك كلتها لبناني في مصري لبناني أو أنا بتعمل كده كتير نعبديها بس صعيدي يعني تمام يعني الاغنية الاغنية التانية بقى أنا سكتين الاغنية كده بالنسبة لي بتمال على البيت تمام يعني زي الفل أنا سكتين كلمات تامر نادر عبدالله لحنة تامر عشور توزيع أحمد إبراهيم وهي الاغنية لإسم الألبوم بقى أنا سكتين هي التيمة بقى بتاعة الألبوم نفسه اللي هو فكرة المرأة اللي هي منقسمة للحالات احس انها بتقول له هتشوف مني وشين لو هتخش خير هتشوف مني وش حلو هتخش شمال هتشوف مني وش وش انا ايه خير بقى يعني ايه خير انا هترجمها انه يعني لو جاي في الجواز يا باشا هتلاقيني زي الفل مش جاي في الزهور هتديك بالجذب خش البيت من بابه يعني اه هتحس انها تكمل بفكرة تعال اكلم بابا هي بص أنا عاجبني الكلمات يعني عاجبني فيه تشبيهات حلوة قوي وفيه حاجات جمل بتاعة نادرة عبدالله اللي هي يعني تعال نرى الكلمات يعني دي اغنية نادر عبدالله مش في احسن حالاته وانا مستغرب يعني فيه حاجات قلومه عليها في الاغنية دي اه مش ده مستوى يعني هو ده ما كان بيعمل انا يعني مختلف معك بس انا عندي اعتراضات بس مختلف معك اجمالا يعني تسمح لي اقدم نفسي ليك من غير زواء من غير غموض من غير مبلغة والدعاء انا عاجبني اجابني المطبع انا ماشي اشتريت ده انا ممكن ابقى فرحة على صورة لؤة او صدمة مش محتملة على صورة فراء على صورة بقى وعلى ورقة وبتاعه الجودة انا في جملة جاية عاجباني ده مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب حلوة دي مش عارف الكلام تقيل اصلا لعبك حسو تقيل يعني انا انفصام شخصية كلمة انفصام شخصية كلمة تقيلة او انا سكتين حلمه وكبوس ضحك ودموع جنة وجحيم خليك بقى معايا في السليم دي وحشة ما كملهاش بقى مية ونار ليه او جنة ونار جملة خليك معايا في السليم دي وحشة اوه اما هي دي خليك معايا في السليم دي حسيتني اللي هو باشا انا خش من خش البيت من بابه اوه انا في السليم يا بشا ولا كده جو إسام بوليس جو إسام يعني جو إسام يعني جو إسام يعني انا في السليم تعبير دي قالش منه قوي مش عايز ان انا أردم التراب تماما على الأغنية وقول من كلماتها سيئة لا لا بجد في جمل حلو قوي يعني وعرب مسافة اللي هي خط مستقيم انا مش بحب القف القف عموما أصلا يعني تبقى تقيلة يعني تبقى تقيلة وبالذات مع بعض الأصوات يعني بس بشكل عام اللحن بقى كويس بصراحة اللي عمله تمر عشور لحن تمر عشور حل تسمح لي قبل 8 عشور تسمح لي بس أعرف سورة حين لفين ناوي تبقى عشرة ولا معرفة يومين انهاء اللغنية دي من آخر عن ان انت فعلا تتقابل بابا انت جاية جاية يعني تعمل تتجاوزني يعني ولا جاية قدرك يومين يعني مش فاهم جواز يس بقولك دي فكرة مستهلكة برضو مش قوي يعني يعني ما هو أغلب الأغاني بتدور في فكرة عند الستات في فكرة انت معايا عشان بتحبيني وشاريني وبتاع ولا انت هتهزرلك شوية انا ما لقيتش عادتها دي يعني ما لقيتش واحدة الست مرة بتعمل أغنية عن هي عايزة تعيش علاقها انها جاية في وانايت ستاند عادي مش حتى وانايت ستاند مش بتكلم حتى في المفهوم الساكشوال للبوضوع كان بفجرة انه واحدة عايزة تهزر شوية يعني عموك نلعب شوية ما فيش حد عندها الجرأة يعني فيش مطربة عملاتها عندنا لو حد في الكمبيتات يا جماعة فاكر أغنية لنجمة من النجمات بتطرح الطرح بتاع ان انا جاي اهزر ونلعب وما تفكرش معايا اننا يعني حب وسك الجواز يقول لنا ممكن يبقى في حاجة واقعة من دماغنا ممكن تبقى خلناها في اللحن بقى تامر عشور هو دايما داكية ربع أغنية لتامر عشور ونادر عبدالله مع بعض كثنائي مع إليس من أول حكاية معاك وهي أقلهم بصراح متفقلة عملوا حكاية كتير معاك وهي أقلهم أقلهم لأ أنا شايف ان دي بوكت تيجي بعد حكاية معاك يعني يعني المركز التاني بس يعني أنا دايما بحب افتمر عشور الجمل اللحنية التصعودية بتاعته وهنا هو عامل دا هنا دي أكتر منطقة لمعة ومنورة في اللحن لكن البداء الهدية بتاعت بص في دايما عند إليسا كده مفهوم في بونا الأغاني الرومانسية اللي أنا بحكي حكاية اللي هو ابتدي معاك كده من إيه أخدك بالراحة سرد كده آه أسرد أنا السرد دا بالنسبالي بيقفلني كمستمع لوها ما تخش ليش كان يا مكان كان يا مكان وبالراحة وبتاع وبعد كده يعني في طرق عشان هي معظم معضيقة أغنيها كده أصلا أو تلاحظ آه آه يعني الكلمات أصلا هي بتبقى كده فهي محتاجة تتلحم بالطريقة دي أو تتغنى بالطريقة دي بص ما أنا بقولك أنه أفضل ما في الأغنية دي هو اللحن يعني أكتر عنصر قوي في الأغنية وحل ومش هتلاقي عليه بشاكل كتير لحن بس حتى اللحن دا كمان على مستوى التوزيع أنا شايف دا أحمد إبراهيم وإن كان لي كل التحياة والتقدير على شغل أحمد إبراهيم ستأيه اللي عاجبك اللحن 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 دا ما فاهمتيش التصاعد بس التصاعد اللحني الجملة اللحنية اللي في السينيوكي دي عجبتي جدا جدا يعني مميزة قوي مليئة على صوت إليسة جدا خلينا نقول برضو أن اللحن دا من مقام كرد نعم كرد على السي أنا أرى أنه أحمد إبراهيم من الموزعين اللي لسه عنده إشكالية أنه ما خلقش لنفسه هوية في الأولب الموسيقية اللي بيعملها بمعنى لسه كنت بقولك قبل من يعني مثلا بتسمع مقسوم تومة تعرف أن دا تومة تسمع نادر حمدي تعرف أن دا شغل نادر حمدي تسمع فهد تعرف أن دا فهد أحمد إبراهيم لسه أو مثلا هو عنده منهجية أنه أنا بعمل الأغنية على شكل مطرب مش على ما عنديش أصوات بتاعتي يعني حتى كمان السولو بتاع الكلارينت اللي في الأول دا إداني يحق تركي والألبوم أصلا أغلبه فيه الصبغة التركية دي في الأغاني الرومانسية فحس أنه هو متأثر بالأشكال التركية عارف أنت الأغاني اللي بتبقى تركي اللي بيعطي كتوك دي اللي هي شقولهم أولا بقى راز مش عارف إيه الحاجات الغريبة بتاعته إحنا الكلارينتو عموما بيدينا انطباعة تركية التركية آآ مع الوتاريات كمان اللي هي بالشكل دا مع الهيالغنية بوب روك أو صوفت روك معاك آآ بس التوزيع يعني مفيش هو يمكن خدها للشكل التركي شوي يعني التركيش روك بس يعني في الآخر عايز حاجة مميزة تحس ان انت سمعتها كتير آآ آآ أنا حس نها بسمع مزكة جعفر العمدة لأ حسنها نور ومهند نور ومهند جعفر العمدة الحاجات اللي هي بقت واخد السكة دي طب يلو غنية اللي بعدها غنية اللي بعدها فرحانة معك كلمات نادر عبدالله آآ لحن آآ ده توركي ده حد الغنية عجبتها في تركيا فخدتها آآ اللحن الثاني هو اسمه جوخان أورس جوخان أورس جوخان أورس وتوزيع أحمد إبراهيم أوكي قول لي رأيك كيف الغنية دي بس صمتية آآ دي بالغاني العجباني على الفكرة يعني فرحانة معاك اللحن حلو هو لازم هيكون حلو لان هو أصلا لحن غربي مش غربي يعني ولحن أجنبي يعني تركي عجبها غنية عجبتها فهي عجبتها وديتها النادر عبدالله يشتغل عليه انترك في فكرة الناس اللي بتسمع أغاني تركي وتروح تجيب اللحن بتاعها وتعمله دي زادت قوي الفترة اللي فاتت دي بالعكس دي قلت ده ليس بدايتها أصلا أول ألبومين ليها اللي هو بعد بدي دوب لا اللي هو بدي دوب نفسه كان فيه مثلا بتاع سبع أغاني تركي منهم بتاع التركان المشهورة اللي هي شو الحال اللي هي كانت كوزو كوزو يعني دي كوزو كوزو دي كانت مكسرة الدنيا في تركيا والعالم كله بس هي روضت انه في كذا حد الفترة دي بقى يجيب أغاني تركي وياخد اللح مش يسرق هي بطلت العدد دي يعني هي قللت العدد دي عندها يعني في سنة 2000 كان الموضوع ما بها هو أكتر وهي وزمالها في لبنان كتير يعني يا غايب لما تسأل فضل الشاكب يعني دي كانت يوناني فهم هم بتدوا يقننوا الموضوع شوية يعني يشكروا الله بس هي قصد أكيد انت بتختار أغنية نجحة أصلا فانت الموضوع بيكون مضمون يعني انت عارف ان ده لحن أصلا تم تجريبه ونجاحه بشكل ما في دولة أخرى فانت بتستعيره فهنا مادرش قول ان اللحن وحش بس هو لحن حاله ما نجح يعني ما هي جايبة لحن معتمد يعني طبعا هو مع مدفوح وقوم ومذكور من اللي عمله يعني مش سرقة مش بالسرقة طبعا حتى أيام تركان كانت كذبة ان هو لحن مكتوب انها أغنية لتركان واللي هو التاني اسمه سيردر أورتك سيردر أورتك دي كانت واخد منه بتاعت أغاني لوحده بسر سيردر أورتك ده برضو زي هاتو فيه كده عندنا في مصر سيردر أورتك ده في تركيا فانت واخد منه كتير قوي في ألبوم بتاع ساعة 2001 بس هو فكرة فرحانة معاك فكرة اللي هو ان انا مبسوطة معاك وعيش كأن الأول مرة بحب عارف انت الأفكار اللي هي بتبقى دايما أفكار ايه؟ يعني منتظر من إليسا دايما انها هتعمل لي حاجة فيها صدمة بس اللغنية دي حلوة بقى اللغنية دي ما عندش أي ملحوظة على الكلام يعني ما عندش بقى اللي هي بتاعت أنا في السليم هون يعني مفيش قلشة رومانسية جدا هوني رومانسية عادية أرسل مش لايك كلمة جملة أقول ايه دا ايه انت كذب ايه في السليم وكذا فرحانة معاك فرحة حد نسي همومه من بعد معاش خايف قلقان من يومه فرحانة معاك فرحة واحد في الغربة لقاله صحاب تعب يعني برضو تشبيهات فرحة ليل متونس بنجومه بس أنا بقيت شايفت ان التشبيهات دي سازجة جدا يعني والله بالعكس استعارات حلوة فرحان فرحة واحد لا واحد عريان لا اهدومه الحاجات اللي يلا نمشي على الافية فرحة ناس تفرقت عن بعض ورجعت تاني تلاقت او فرحة ناس من الدنيا تداقت والدنيا في عينهم بعدين رقت حلوة ملك يا عم ما تجيش على الراجل والله حلوة زي العيلة لما بقى معاك زي العيلة لما بقى معاك تلاقيها بتجري هنا وهناك تلاقيها من كتر الفرحة بس عارف انت اللي هو كلام اللي هو ايه هتديني نص الجملة انا هعرف اكملها لك يعني تمام عارف انت هتقول ايه بعد كده مش قوي بص في حاجات كده في جمل كده بس في جمل لا مفاجأة شوية يعني هقولك في الكوبليت تاني في حاجات محامي اليسا بص يدافع عن اليسا الاخر مدى مبقاش في كمان ايام مفروضة علي عشان تتعاش ومفيش احلام جنبك مرفوضة بس دي جملة تحس ان اليسا لتهم اليوم مره مفيش احلام جنبك مرفوضة دي يعني جملة اليسا جدا من لهفة قلبي عليك تتلفت حواليه وبهي الدنيا دي لفت وبحس بفرحة كإني عروسة مش دي مش قوي دي شكرا سيدي البواطن نا بص انا دي بص دي قلشة انا لقيت القلشة وبحس بفرحة كإني عروسة وقت ما لبست دي بلتها اتدفت هو الدبلا مش بتدفي مبدايا لبست دي بلتها اتدفت ازاي انا يعني مش حاس ان الاستعارة دي اه عروسة في ايه فرحان انا فرحة بني قدمين كانت موجوعة بقالها سنين وتعافت بعد واجعها وخفتها انا عجباني اتعافت بص همجت همجت القلش كتير معقول القلش بنقول علي القلش حلو بنقول علي حلو اه فيه كبلهات حلوة بص الالش كتير قوي دي بلتها اتدفت وفرحانة فرحة بني قدمين بص يعني احنا مش راقب نمسك بقى فرحة حيوانات او نباتات هو ثلاثة ربع الكلام طبعا بص انا بعترف ان ثلاثة ربع الكلام في اغاني البوب قالش بص لما توصل لهذا المستوى من القلش في اغاني رومانس خلي بالك القلش ما بيبانش في الاغاني الهوب هاي والمحسوم والريتميك والحاجات الهتس والحاجات السريعة بس انا بتجي تعمل لي غانية رومانسية يعني فيه منطقيات يعني فيه منطقة للامور بص انا برضو احنا برضو من الكلام انا شاف ان غانية هنا نادر عبدالله مع كل التقدير لتاريخه العظيم وهو شعر كبير جدا ومهم جدا هو هنا قاعد بيجمع افيا انا برتب اوافي ده الاحساس اللي جال انت راجل بقى بتحب اليسا اه لو عملت حتى لو قلت يا رانيا فجلها طلناه حلو دي مشكلتك شوية فيه قصوة بص اقول لك حاجة انا ممكن مرضو يكون من على قدر ممكن اليسا بتحب القصوة على قدر العشم هو عشان العشم نادر عبدالله كشعر من العشم بعطبك من باب المحبة كشعر تقيل جدا من اهم الشعراء في ال 30 سنة الاخيرة بالزبط فانا منتظر منه بقى بصة وكتب اليسا ايه طبلا هيعالم ولا بعد سنين هيلفه ويرجعلي هخفه هيلفه ويرجعلي دي عم من غير مناسبة وبمناسبة من عناية دي مكتوبة ليك مصدومة متفقلة متخافش مني انا اللي زي تخاف عليه ما عاش ولا كان متعرفش ليه لو تعرفوه لو بصت قدامك لسه فيها كلام قد الايام عيشة والسلام عظيمة روحت له هقولك حاجة هل اغنية من اللي انت قلتهم دول وحشة خد بالك علي حكايتي معك حالة حب تصدق بمين بعيش على حسك برغم الظروف ايام بيك اواخر الشتا يا نهاريسول قارن بقى الاغاني اللي انت قلتها كلها دي اللي مفهاش اغنية وحشة اوكي مفهومش اغنية وحشة على مستوى الكلام بالمستوى ده اكيد في حاجات اقول ان في هفوات في الكلمات مش مكتوبة مية في المية يعني في كلام اللي هو انا في السليم خليك معايا في السليم والحاجات دي في النص حط كده بس اجمالا نادر عبدالله برضو نادر عبدالله انا بنقول راجل شعر كبير وتاريخ كبير وعمل حاجات عظيمة جدا لما تعمل اغنيتين يا استاذ نادر فيهم بعض الجمل والكبلهات اللي يبان للمستمع لما يركن اللحن على جنب ويركن الحاجات على جنب يفرغ الاغنية زي اللي يقولك من عناصرها ويمسك الكلام يحس ان انت بترص اوافي فدي تبقى وحشة في حق شعر كبير انا بس موطرد على كلمة بترص اوافي لانها بدي تديني انطباعها لهيبي ومكاتيبي ماها لهيبي ومكاتيبي اللي مكتوب ده لهيبي ومكاتيبي ده في موضوع في موضوع فيه وفي جمع في محاولة ومش عارف ايه برضو في لهيبي ومكاتيبي في الكلام مليبي ومكاتيبي دي اللي هو اللي هي مثلا الكلام اللي هو عيني يا ليلي واسنيني ويجيلي اللي هو كلام احنا بنروس بنروسه فسي ما فيش موضوع هنا في موضوع في وصف في موضوع انا السكتين موضوع اغنية فرحانة بيك ده مش موضوع اوكي اغنية رومانسية تقليدية بتشرح يا ازاي رجوعوا ليها مش رجوع دي واحدة قبلته كونوا معاها يعني خليها بتحس بأحسيس الأمان إيه الجديد في الموضوع مش عارف اللي رجع من الصفر واللي لقى العيلة ففي توظيفات كويسة وتوظيفات مش أولي خلينا نتجاوز هزيل بس هي مش لهيبي ومكاتيبي أصلاهيبي ومكاتيبي دي اللي هي أغنية دي اللي هي إيه يا حبيبي الليلي يا صهران ليلي وانت تجيلي ويلا فيلي وعارف ده هلهيبي ومكاتيبي إنما انت تكتب أغنية فيها موضوع وفكرة وبعض التشبيهات والاستعراض بس يخونك التعبير في كم جملة ده مش لعيبي ومكاتيبي ده يعني مش ده هنك كتير أول يعني أقولك مثلا بدلا ما هديله عشر من عشر هديله تمانية ونص أو تمانية بس هستيل كلام يعني كلام قوي يعني فيه تعبيرات فيه أسلوب يعني خش على البعض خلاص ندرى عبدالله خلاص معاناك كله واهم كله واهم أول أغنية في الألبوم مع مروان خوري كلامه نحن مروان خوري وتوزيع داني خوري وهذه الأغنية أرى أنها من أكثر الأغاني المتميزة في هذا الألبوم تعرف إن خوري معناه إسيس أو حاجة عصلا كنت فاكري أن كلهم خوري إخوات عصلا هي أليسار خوري هي أليسا اسمها أليسار خوري ومروان خوري وداني خوري ويوسف خوري ويوسف خوري فطلحنا ده اسم في لبنان معناه يعني زي محمد كده عندنا بس ده المعادل المسيحي خوري يعني إسيس أو حد رجل دين مسيحي يعني المهم بس بيسموه لي على الناس يعني مش إخوات كلهم المهم إنه الأغنية دي أخيرا مروان خوري رجع لإليسا خوري وعملوا أغنية كلها خوري معداني خوري معداني خوري فأنا شاف إنه من الأغاني المميزة على مستوى الجمل اللحنية هو اللحن من الآخر شبه مروان خوري قوي يعني الحال مروان خوري اللي هي فيها التصاعد اللحني الهادي واللي بتعتمد على جملتين لحنيتين دايما في كل في أغلب البنى بتاعه وطبعا هو أضاف للموضوع لما غنى يعني معاها فيه بصراحة في الكوريس وخد كوبليك ردده عامل بطانة كده ورصوتها مدفية لأغنية بعد ما كانوا مع الطعيم بعض ومش هشتغل مع إليسة تاني وإليسة دي بتاكل عيال صغيرة بس ما كانش موضوع بينهم موصل لمحاكم لا لا مش محاكم هو لا أصول ما كانش في قلة قدب قوي يعني لا مش قلة قدب قوي الفعلي اللي كان خلائها قواب تاعة زياد برجي دي اللي كانت كانت فيها عنف يعني لكن مروان خوري برضو راجل جنتلمان يعني ما بيتخنقش الخناد وهي أغنية بتمون عارفت تفكرك ببتمون يعني هي أغنية لطيفة حنا تكلمنا عنا قبل كده كله وهم عن واحدة مش عارفة تنسى واحد كانت فاكرة أنها هتنسى بسهولة لما تسيبه وفاكرة أنها ممكن يرجع لها لو بيحبها فعلا بس طلعا الموضوع بقى إنها عاشة في الواهم وإنها متأثرة بقى ببعاده فأنا في حاجة برضو بخصوص المقامات بقى أيوة أغنية اللي هي فرحانة معك واغنية أنا سكتين الاثنين من مقام كورد على السي بي مول ورا بعض فاكر ممكننا اللي كان فاكرة أنت لو هتعمل أغنية نفس المقام ورا بعض في الألبوم على الأل غير الكي غير ما يبقى شيء ما تحسسنش أن الغنواتين وغنوة واحدة أن هما دخلين في بعض فاهم يعني الاثنين سي بي مول والاثنين كورد هو السؤال هنا فأنا حس أن الاثنين فعلا دخلوا في بعض هو السؤال هنا هل إليسة عندها هذا الوعي الموسيقي بأنه ده كورد الملحنين بيعرفهم يعني حتى لو مش عارفهم بس صدقني في زمن صناعة الأغنية بالواتساب ما بقتش الناس مركزة في المقام لا لا في الستوديو اللي بيختار الطبقة اللي بيسجل يعني فما عجبيش فاكرة أنت بتختار نفس المقام مرتين ورا بعض يعني حاجة للمحظات اللي كاتبها يعني الاثنين كورد سي بي مول ورا بعض أنا سكتين وفرحانة معاك كله واهم بقى خرجنا من الكورد شوية أصلا من الكورد نفسه يعني رحنا للنهواند هو عالصول دياز يعني اللي هو جي شرب تمام فلحن جميل والاغنية روك أو صوفت روك كده لحنا لكل أغني أغني روكات لغاية دلوقت أغني روك مع عدب أتمان على البيت كانت ديب هاوس أنا عجباني لاغنية اللي جاية العقد العقد لاغنية كلمات أيمن بها جتأمر لحن محمد يحيان توزيع جلال حمدين ودي أول قولية تطلع بره الروك في الألبوم يعني وشاف إنها من الأغني المميزة جدا جدا طب خلينا نتكلم في الكلمات الأمر هناخد الكلام مش أيمن بها جتأمر أيمن بها جتأمر الحلو هنا إنه في فكرة جديدة إنه الستر تتكلم على فكرة إنك إنت مش هتشتريني بالهدايا أنا مش فارق معايا الهدايا اللي إنت بتجيبها لي بتتكلم على العلاقة برجل ثري وكريم وهو لكن كريم ماديا لكنه مش كريم في المشاعر فالعقد الغالي اللي إنت جايبه ده إنت معقتني به يعني وهو الفكرة مش فكرة إنت بجبتلي إيه فكرة إنت أديتني إيه كتفوت تقوله بالعقد ده صدعتني مش عقتني صدعتني يا عيمة فالله هو فاهم إنت فكرة اللي هو إنت ودي فكرة جديدة بصراحة أول مرة أسمعها في أغنية يعني إنه حد بيتكلم على إنه واحدة بتقول إنه أنا متضايقة منك بتجيب لي هدايا مش مش بتهتم ببشاعري أكتر يعني فهي كيس جديدة في الغنى أو في الموضوعات اللي بتطرح ما هي أجواء فسخ خطوبة أنا مرة قلت من التعبير ده يعني خد علبة الجاتوة ومشي يعني رغم أن كل الستيرب بتحب الهدايا يعني إليسا مش فرق معي على الهدايا أما هي إليسا بقى غنية أنا في جملة بس هي المعطاة عليه شوية اللي بتقوله ومفيش واحدة في الدنيا ترضى بالليمتق كده لا يا إليسا هو في ناس بي نسبلهم الهدايا الفلوس جايين بعشوة عادي هي جامعة هو أنت إليسا حد متحقق وغني ومليونير وكده فأنتي ممكن مش فرق معاك بس فيه ناس كتير هي فيه جملة بس بتجمع أيما بها جت أمر يعني بمن الأغنية موجهة لعمة الشعب يعني فقالك ما فيش واحدة تقبل أنها بس تبقى أنت ATM وبتجيب هدايا ودهب وعقده وألماظه وكده لا فيه ناس بالنسبة لهم ده تمام هو أنت لو عملت ده الفترة طويلة بتجيب هدايا وبتاعه وكده بعد كده هتقالك لأ نقصك حاجة برضو لازم تديني مشاعر ولو تدت بشاعر بس هتقالك بعد شواء أنت بتبيع لي كلام برضو بص السفات ما بيجبهمش فيه نوع ست اسمه الجولديجر اللي هي الست الجولديجر اللي هي عايزة الجولد عايزة البهب فعلا فده نوع موجود ده فيه فيلم اسمه جولديجر جامد فيلم حلو ما علينا ما علينا خليها ناكل يعني يعني هو فيه ناس فيه بنات كده فيه ستات عايزين كده بس هو خلي بالك برضو في الآخر احنا مش هنجزئ يعني مش هتقفش على الشعر في حتة ايه انت جزمت يعني على نادرة عبدالله هنقفش لا ما هو فيه فرق بين ان انا مش جايب فكرة وجعمل حاجات عادية مستهلكة انا يعني ايه ايما بهجت امر في الاغنية دي تبلع له اي حاجة لانه فيه فكرة جديدة انا اشتريت ماشي انا معاك فكرة انا بحذر طبعا انا بحسوك يعني طبعا مش جديمش ده مش عايب في الاغنية يعني السفر ده مش عايب في الاغنية محمد يحي كملحم برضو بيواصل تقلقه هذا العام بصراحة وتقلقه الشديد من اول مش ماشي معاك خلاص اللي احنا عادي جدا يعني اللي احنا قولي وناسب جدا يمكن بس الحتة بتاعت انا كمان حس ان الجملة اللحنية يعني مش غريبة عليها برضو يعني مألوفة مش حاجة لاحنا مفوش حاجة التوزيع جلال حمداوي بصراحة كممائز انا عاكد ندخل حلو قوي تعال نسمعه تعال اتسغل خلاش الكابيراتس يا إليسة انت المنتجة بقى فاهم اه فوتلنا بقى حلو قوي جيتار مميزة جدا الدخلة مميزة جدا وجلال حمداوي بعمل اصوات حلوة على طول بصراحة بيجيب اصوات حلوة ماشي بس انا ممكن اختلف معاك في اللي حصل في الالبوم ده في الاغنين الجاية 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 الحمداوي بس في حاجة الالبوم فيه مشكلة عامة ان الدخلات مش كلها مميزة اه فانا اما الاقي بتمانع على البيت دخلة مميزة العقد دخلة مميزة فلازم اشيري ان الدخلة مميزة لان الباقي تحس ان اي دخلة تمشي مع اي اغنية تانية فانا بحب ان الدخلة تكون ليه علاقة بالاغنية او مرتبطة بالاغنية او نسمع ان الدخلة دي اعرف الاغنية مش اسمع دخلة اقول دي هتقول باقي هتقول ايه هنا لا اهينا الدخلة مميزة طيب انت عندك اي تعليق على التوزيع تاني لا يعني ما عنديش تعليق على التوزيع ده نروح ل انا كرد على الري اه الغنية الجاية شو كان بيمنعك ولا النظرة الأولى النظرة الأولى برضو أيمن بهجة أمر محمد يحيى سأترك لك الحديث في هذه الغنية الغنية دي العربيات الغنية المبهجة الغنية الدانس فيها شوية الدانس فيها هاوس أيمن الكتابها أيمن بهجة أمر لحن محمد يحيى دي بقى كلحن أنا أشايف أن اللحن بتاعها أقوى من العط كلحن الكلام بقى هو اللي هنا العنصر العضعف يعني العكس اللي هناك كان العكس لأن هناك موضوعة هنا مش موضوعة احنا بنتكلم في حاجة درجة مستهلكة هنا النظرة الأولى سحر حصل في النظرة الأولى إيه جرالي إيه إيه جرالي إيه حس أن أنا وياك معزولة عن كل العالم وما فيه يعني الكلام اللي هو في اللطيف مش أقول لهيبي وما كثير المبالغات المبالغات اللي هي الستات لما بتبقى داخل علاقة في الأول كده تبقى شايفة كل حاجة كبيرة بالضبط والمزكة حلوة جدا في رأيه جلال حمداوي برضو عامل ترك هاوس أو دانس سنة شايفه هاوس تقليدي هو ممكن ما يكونش هاوس أصلا هو دانس حاجة بترقص هو دانس هو مش هاوس هو يعني دانس وملفوف هو لافف يعني اللي قاعد لافف شبه الريجاتون بس هو مش ريجاتون فلا الاغنية المبهجة اللي انت بترقصك شوية مش هاوس نسمع دراما طولي الألبوم فلازم ليسا بتحط الحاجات اللي هي فيها شوية ريتنيك واللحنة بتاعها محمد يحي على مقام على كرد برضو كرد سأنا ملاحظ حاجة أنا مش حاسس بتنوع موسيقي في الألبوم ده تنوع اللي هو مثلا فيش مقسوم وما فيش يعني فيه فيه مقسوم يعني لأ مقسوم لبناني مش مقسوم مصر عاملة مقسوم لبناني لكن المقسوم اللي ما فيهوش مقسوم مصر هو الفرق لا لا فيه فرق كبير جدا حتى في السرعة بتاع المقسوم مقسوم لبناني أنا أتسلل افتكر لك الأغنية اللي هي عاملها أعتقد مش فاكر حظ يتحكلي تقريبا هي مقسوم فيها جوزة مقسومة فيها جوزة مقسومة بس أنا أتكلم في نقطة أنه قوليسة كانت زمان بتعمل مقسوم مصري وكانت بتعمل كانت بتعمل حاجات فلامينكو يعني عارف أنت فيه تنوعاً ده مش حاسس أن فيه تنوعاً يعني الألبوم ده نص روك ونص التاني دانس على هاوس يعني فاهم مش ما فيهش التنوع اللي بتعمله قبل كده أنا عندي اعتراض بس هو مش اعتراض إيجابي يعني هو إليسا ما كانتش عمرها من المطربين اللي مهتمين أو بفكرة بفكرة الجنرات أشكال الموسيقية أشكال الموسيقية يعني هيا أنا كنت عندي تفاقل كبير أو لما هي اشتغلت في الألبوم اللي فات مع هدي شرارة طبعاً صحبة رأيي أنا بحب هدي شرارة جداً كان عمل لها أغنية لتراك الأول الهد اللي هو صحبة رأيي اللي هو أول وكان أغنية بروغرسيف وحاجة جامدة جداً وتوزيع أصلاً يتدرس وقلت بقى خلاص بقى الباب الآن كان في العشرين سنين اللي فات نكنش بيشتغل مع بعض عصلاً ده شيلة نانسي وأنت ده شيلة إليسا وأنتي جان ماري فأنتي ما ينفعش تشتغلي مع اللي بيشتغل مع نانسي تقريباً فلما اشتغلوا مع بعض في صحبة رأيي أنا قلت بقى حملت زي كانوا بيروت الشرقية وبيروت الغربية بيروت الشرقية وبيروت الغربية زماني حاجة كيف لأهلي والزمالك فأول ما جيش تغل معيها هدي شرارة في صحبة رأيي أنا اتفقلت بقى خلاص بقى الباب هيتفتح مجاش للألبوم ده ما فيش أي أغنية أنا نفسي أنا بالنسبة لي هدي شرارة من الموزعين اللي بنيل عبقرة ده جميل ده هدي شرارة ده وليه طعم ولون بتاعه ليه طعم ولون ده حس ان دي مزكة هدي شرارة وبيخترع بيخترع في النطاق بتاعه يعني صحبة رأيي دي سمعها بس بنفس رادي عشان انت كان عندك كده موقف موزبق روح سمعها داني بقى بنفس رادي حاضر أغنية فعلاً عظيمة أغنية مزكات عظيمة فيها تصعودات خارقة للطبيعة يعني فأنا كان نفسي انها يعني اوكي جلال حمداوي حتى مش عامل حاجات بتاع جلال حمداوي حتى يعني هو جاي يعمل جان ماري رياش يعني جلال حمداوي جاي الالبوم ده يعمل شغل جان ماري يعني هو أساساً إليسا محتاجة ترجع تشتغل مع جان ماري في حاجات كتير ومحتاجة ترجع تشتغل مع هدي شرارة تاني محتاجة تطور حتى كمان عنا مستوى يعني شغل جان محتاجة انت بتتكلم في انه عندك أسامي في الساحة في الوطن العربي احنا مش بستثمرينهم ليه مش فاهم يعني ليه ما جربتش انك تشتغل مع حميد الشعري زماني سيبك من حميد دلوقتي بعيد دلوقتي بس مثلا يعني ليه ما جربتش تشتغل مع نادر حمدي ليه ما جربتش تشتغل مع فهد والواحد كوي يعني 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 فيه أسامي كده أنا لو مطرب ومغني هبقى نفسي أشتغل مع الأسامي دي لو أغنية يعني وهي نجمة فأي حد هيتمنى نادر الخياط اللي هو ريد وان ناصر من جيب ومعما رمضان نشتغل معي حميد رمضان يعني بالضبط ففكرة انك انت تحس ان الناس ليه تأيد نفسك وانت السوق قدامك واسع ومفتوح هو خيار انها تشتغل مع جلال حمداوي ده في حد ذاته تجديد تغيير بس ايه اللي عمله بقى هو انا مش لاقي برضو الأغنية التوزيع اللي تقول اه احنا نجيب بقى جلال حمداوي عشان يعمله يعني كل التوزيعات اللي عملها هنا جميلة ولطيفة طبعا من كل حاجة بس يعني ممكن مش خصمة الشوارع مثلا اه مش جاي يعمل الحاجات بتاعك مش لايه حاجات روحة ضربة اه حاجات بتاعك اه حياتي مش تمام فهو جاي يشتغل بمنهج اليسا برضو اه كي يشتغل بمنهج بتاع اليسا اللي هو عموما ما كانش فيه تمام قوي بالفورمات الموسيق بالفورمز اللي بتعملها الأشكال يعني اه يعني اصبع ديفسي اسمع أغنية اليسا تكون كونتري مثلا اه ليه لا ليه ما بتعملش أشكال موسيقية بالشكل ما علينا يعني ما علينا طيب نرجع للنظرة الأولى يعني ما فيش ملحظات كبيرة كدا على الأغنية اوكي ناخد فاصل 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 وانعود نكمل نكمل التراك السابع بقى شو كان بيمنعك مروان خوري تاني مروان خوري كلام ملحنة مروان خوري لكن المرة دي التوزيع مش خوري عمر الصباغ عمر صباغ عمر صباغ اه مش خوري أغنية على كتالوج اليسا من الآخر يعني حتى لبناني معناها ايه طيب الأغناني عايز تقول ايه فيها لأ يعني مزكتها الانترو بتاعها شبه شغل اليسا القديم هل تقول لك شو كان بيمنعك اللي خلاك تمشي يعني اللي خلاك تعالوا نبص هرا الكلام سوا كده يعني عشان خاطر برضو نكون منطقيين في اللي احنا بنقوله بتقول لك ايه بقى اللي شو كان بيمنعك شو كان ناقص شي يوم اني بحناني يكملك واحلى عمر قدم إلك طبعا هو طبعا مكتوب هنا على أنغامي مكتوب باللهجة اللبناني بس فيه تشكيل لا بنحقيق أنغام ان الالبوم ده تحديدا نازل بالتشكيل ممكن تكون الشركة المنتجة بتاعت إليس هاي اللي عاملك توعى الصبح تتقشعك وكمل أنا عمري معك يعني هو بص يعني ها أغنية من كتالوج مروان خوري الرومانسي رو فكرة اللي بيقولك حبيبي ايه المانع ان انت تبقى معايا وتصحى الصبح تلاقيني جنبك فهم يعني التعبيرات الدارجة عن عن الحب يعني هو ميشي يعني حد ميشي اه 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 غنية فراء فراء يعني هي بصراحة أنا لحد اللي مش عارفة بسكة الأغنية هي فراء ولا بتتمنى ولا هو كان موجوده ميشي ولا هي بتقوله ايه المانع ان انت تبقى كده طيب مش ملاحز ان دي مشكلة عامة في مظم يعني في عارف الطرح اللي هو انت تفهم الأغنية من أول سطر ما هدي مشكلة عارفك انا حتى في المصري يعني العقد مثلا انا عدت مدة ولا ما فهم الأغنية دي يعني العقد ده بالعقد ده عقتني يعني انت قصدك عقتني ده عجبني العقد يعني بيعقد ولا ولا عقتني بمعنى ايه فتقعد تسمع تسمع لحد ما تفهم معنى الأغنية فهل ده عيب ولا ميزة انت الغنية بتاخد وقت عشان تفهم هي ايه عن ايه لا هو عيب وانا شايف ان الموضوع كله اساسا بقى في مشكلة في صعوبة البحث عن المعاني وترجمتها في قوافي بمعنى انه انت القفية بتحكمك فبتهرب من المعنى تدور على المعنى ما تعرفش ترتبه على قفية كاهم تعزبطت بانطلون الجاكتة تضرب هي الفكرة ودي ملاحظة في الالبوم ده تحديدا يعني عندها مشكلة المعنى بيهرب عشان القفية والقفية بتضرب في المعنى والدنيا زلالي خلط طب لحنة بقى مروان خوري ايه رأيك فيه لحنة تقليدي لا يحمل اي جديد في قموس مروان خوري هو كرد على السي بي مول برد اه يعني هذا الالبوم برعاية الكرد على السي بي مول اه ويمكن ده علاقة بطبقات اليسا في الغنى او اختياراتها للمناطق اللي صوتها بيبقى منور فيها انها بغني يعني اليسا مش من الناس اللي بتروح تلعب عندها قدرات صوتات خلاها تلعب في مقامات كتير لا لا مش المقام الكي البرجة الركوز اللي هي السي بي مول اه يعني لا يعيبها فكرة انها امكانياتها الصوتية باتخلاش تلعب في حدك كتير لكن بشكل عام انا حاس ان هي من اغنية للتانية وتحديدا الشغل المعلمة intimidated بتستعيد فيه اليسا القديمة اليسا بتاعت زمان اليسا بتاعت زمان باكر انتها بتاعت زمان اليسا الاديم اليسا الاديم بحب اليسا الاديم في واحدة كان بسمع تيلور سوفت كان بقوله انا بحب تيلور القديم اكتر من تيلور الجديد اه بحب فلان القديم القديم اه ادينا حتة كده طب التوزيع فيها عندك انا مش شايف اي حاجة يعني مفيش شيء مفيش شيء على مستوى المشروط انقدر نتكلم بيه انا بصراحة مش قادر الوم الموزعين انا بحس انه هو ده يعني ده المطلوب منهم يعني يعني مثلا اللغنية الجاية نقطب من اول السطر دي كلمات اسامة مصطفى لحن السامر ابو طالب وتوزيع جلال حمداء خلينا ابدأ بالتوزيع بالقب عشان بس هالل الملحوظة اللي فاتي دي التوزيع موظمه يعني اليسا بتغني الفرسات التوزيع ما فيهوش اي حاجة غير الهارموني بس يعني بيديها الهارموني بتغني على حتى ما فيش بيت يعني ما فيش خط وراءه هو بس الكردات والبيز وهي بتغني الفرسات في الكورس بقى بيبدأ يخش بقى التوزيع يعني بنفتكر ان فيه توزيع بيبدأ يخش البيت وهي غنية برد روك هيا دي اشكالية لحنة ولا اشكالية ايه او الموزع مش هاده هي هو المثال انها اليسا رؤيتها ان انت كموزع بتيجي بتحط لي حاجات انا عايز اغني الاغنية ابين صوتي وابين الكلمات اكتر من ان انا استعرض في الموسيقى او ان انا اقدم اشكال فيها ابتكارات موسيقية او حاجة اعتقد انها مش ده مش رؤيت جلال حمداء ونفسه وده بيكون توجيه من المطرب ومش اليسا الوحدة يعني انا بشوف ان معظم المطربات الستات كده مش بيحبوا ان هما يلعبوا في الموسيقى الاستثناء ساميرا سعيد وسعيد هي بقى بتخترع لدرجة وتلعب بصوتها هي بتعمل افكتس في صوتها بس يعني مش جايب نتيجة جايب نتيجة معا لا مؤخرا لا الدنيا الدنيا كده يعني خلاص فوضح ان الرؤية بتاعت اليسا دي هي الرؤية الصحة بقى لان انت لا لا ما فيش حاجة ما هي عامك اللي بتلعب في الموسيقى هي فين لا يا باشا لازم لازم تعمل بص انا شايف انه لازم تعمل لي موسيقى ما هو مشكلة ساميرا سعيد احنا هنتفرع بس طب خلينا نروح لها في حلقتين واحدة بس فكرة ان انت المطربين الستات المطربات الستات عموما مش بيهتموا فكرة انه هما استعراض الصوت هما عايزين بس يبيعوا الاغنية بالكلام واللحن والغنى بس لكن مش عايزين ان هما يستعرضوا في المزيكة او يعملوا فورم او حتى ان فيه جروف واطح وظاهر اقدر واحدة نجحت في الاسوات الستات اخر سنتين هي اللي ما عملتش كده روبي هي اللي عملت اصدق توزيعات توزيعات ومزيكة وهي اقدر واحدة نجحت صح بالضبط المعيار هو الاغنية الحلوة بس ساميرا بتعمل كده وما بتنجحش لا ساميرا مؤخرا اختياراتها مش حلوة ان انا ارجع ما هنجيب سيرته هنجيب سيرته حبيبنا بس الحالة ما هنجيش فيها سيرته الحالة ما هنجيش فيها سيرته انا متشاءل انا راجع بعد ما الراجل بقاموضة وانتهت راجعاله ويعمل نفس الحاجات ما خلاص يعني ارجع اعمل شغل بتاع سنة 2000 يعني فخلاص يعني مش مش هارف يعني ما علي نعديه عديه عشان ما يقولش الليبنانيين مش هافهم احنا بنتكلم فيه اه مش هافهم احنا بنتكلم عنه كويس كويس عشان ما يقولش انتو طب يعني يعني اعمل اغنية دي بقى عكباني نقطة من اول السطر سامر ابو طالب وسامر مصطفى انا حس ان الاغنية من ديكت طبعا لو محدش هايش ما تفين اللي هو عندي اسرار ومهما يتحسوا ان انتو يعني حططوا علي لا انا جامدة بس كاتب حلو بس انا عندي جملة في الاغنية انا توبي ابيض مفوش بقع ولا فرصي بطحة فهتكسف والعيني مكسورة يعني اللي هو يعني ده دي تنكيبة كده اداءة تجديد يا استاذ مزاجانك اه يعني اعرف ليه اداءة تجديد يا استاذ مزاجانك انا عارف ده والعيني مكسورة اه ايه تعبي وشقاية وسنين صهر كل الحكاية ده ما انا اوقات بيخن انا بتتكلم عن نفسها في الاغنية برضو الالبوم ده قولنا ان هو زاتي في الكلمات تعبي وشقاية وسنين صهر مش هتمحي بجرة قلم ولا عيشها مهزومة خدوا عني معلومة كل ما بيزيد الواجع بيزيد اصراري هي بتتكلم هنا مش عاطفية بتتكلم عن كارير بتاعك كارير اه غالبا اللي هو انا مش انا واسنين صهر اه وتعبي وشقاية والالبوم ده بفلوسي بالحلال والالبوم ده بفلوسي بالحلال بفلوسي وانا اللي دافع بكسببة بالحلال اه وتحب عاني معلومة نقطة ومن اول السطر هعيش ربنا ما يضيع ربنا ما يضيعينيش ده دعائي صح ربنا ما يضيعينيش ربنا ما يضيعينيش لأ مش دعائي بس هو يعني فاهمPL هو هعيش ربنا ما يضيعينيش ها والتعود يعرفع راسه اتعود ما يوطيش اوكي انا عجبني الكلمات على فكرة كل اللي مستني اقع بس هي بتقول اقع بتقولها لبناني اقع اقع كده بتقول يعني بتقول كل اللي مستنيين اقع مش بتقولها مطر يعني هما بص يشوفني بند بحظي او يشوفني مأهورة احب اقوله من عشان ابليس في الجنب هو مش سامر ابو طالب وقسامة مصطفى دول عملولها ملكة الاحساس الالدي صيعة بس على فكرة هم عملين لها غالي حلوة تانية اه طبع بس هم عارفين ايه يعني هما غالبا بيرقوتوا الحتة اللي قليس عايزها 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 يعني اللي هو بصي ما احنا مش هقع ولا تشبطوا فيها جزم فقالت على الاول ملكة الاحساس مستقبلهم كبير اقوي في الحتة دي اوكي طب اللحن اللي قولنا سامر ابو طالب اه نقطة ومن اول السطر هعيش ربنا ما يضيعني انا هبعيد عنك وانا وياك قلبي اتحمل تعبي بتاعت اغنية يارا هي مش بالزبط يعني مش هي مش نفس اللحن بس هو تحس كده ان نفس التقطيع التقطيع جلالحم ده وبرده التوزيع الروك بتاع والحتة الروك اللي هو البريك البريك الاقاع اللي عمله ده وهي دخل على في البريك الاقاع ده حسست ان اغنية محمد فضل ويبقى روح على سورتك اخد في خطني انا حسيت انها يارا انت مني وانت مني والحتة لما بيعمل السكتة والربوع تاني يعني بيسكت وبعدين يلم الاقاع يجمع ويرجع خدني في الحتة بتاعت محمد فضل ويبقى روح على سورتك اخد فحضني فاكر انت فالهو تحس ان اغنية مستنسخة يعني هناك استنسخة على مستوى التوزيع يعني هو كتوزيع هو مستنسخ فورمات كتير معمولة في الحتة دي مش مش حتة روكة اصلي فكرتني بنتها مني كانت عجبارة ويارا اصلا كانت مطربة حلوة جدا فين يارا دلوقتي اه ما انا عرفش والله كانت مطربة عظيمة مش عارف بعد الاستاذ طارق اللي بواغزة بوجودة يعني خفة يارا كده مرة واحدة بتفاهمش اين اللي حصل يعني هي نتامل اغاني بس انا بقيتش بقيتش واضحة مش في الساحة يعني نروح للتراك القادم وهو التراك نظرات نظرات ايوة بقى يا نقطة من اول السطر على مقام كرد مقام كرد نظرات هذا الالبوم برعاية مقام الكرد نظرات كلمات صبر كمال وهو شعر بحبه جدا جدا ومن الناس اللي عندها مفردات بتاعتها لحن محمد يحيى توزيع جلال حمداوي انا عايز اشيد باللحن في الاول اشيد باللحن محمد يحيى ده اكتر لحن في الالبوم ودي الاغنية المقسوم المصر اللي في الالبوم كاتش اه طلعك في مقسوم مصر اه شوفت بقى اه اعتذر اعتذر في مقسوم مصر اه اه محمد يحيى ده اكتر لحن كاتش في الالبوم اه ها ببلنزت جنانا كارب تران لارا نرارا نرارا را نرارا صدفة والصدفة هي الجملة دي حلو الجملة دي لحنية حلو في اللحن ده نظرات نرارا 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 لو برضو القفل يديني فرستي الأفرحتي الإراتي اللحن عموما تعطيعته حلو تعطيعته حلو صح ودخلته دخلته كاتش ما هو لاخلة قوية كده فهم مش بقى دخلة زي انا سكتين عارف لانور لأقولك اني واخد رحيتها عشان دخول قوي يمكن دي الاغنية الوحيدة اللي ما بتفرش في الاول بتفرش في الاول الفرشة الهادية دي فتحس باختلاف هنا تحس ان هنا الغنية دي بتنعش الالبوم كده بسمعها بالزبط وكمان ان هي اوببيت فهي مش غنية هادية وفيها سرد وبط يعني فوجودها في المكان ده كويس وهي مختلف احنا عبنا في التراك الاول التاني والتالت فاكرنا ما عبنا ان هما وراء بعض ونفس الركوز نفس السيميمون الكرد فده بيعمل حالة من الزهق رغم ان الغنيتين حلوين بس مش ميجوش وراء بعض اني جدنا اللحن عندك تعليق على كلام صبر صبر مش حاسس ان هو صبر الكلام هنا هو صبر مميز لكن المرة دي حاسس ان صبر بر مفرداته اللي هي بتخطف يعني حابب لاطشت جنانك عارف عينيك حنانك كميتنا لا هتكون لا هتكون تمام صدفة والصدفة تشكر لكن طمعا فقط انا عادي مش كنا في كميتنا لا هتكون تمام هي بتغنيها اليسا بتغنيها برضو اللكنة اللبناني فمش موضحة المصري صدفة والصدفة تشكر لكن طمعا فاكتر عايزك بقى في كل الايام نظرات في سر وراها نظرات في سر وراها اشارات لازم تقراها اديني فرصتي قلقى فرحتي وفرحتك تلقاها برضو في الاطار وما تنين بيلماحوا البعض يعني بس برضو حتى الكلام سطحي جدا يعني بس مش وحش في لطافة يعني في نوع من الخفة المحبوبة المحببة يعني بس انت تعودت من صبر كمان انه بيعمل حاجات مفرداتها جديدة غريبة مختلفة فهو عامل حاجة كده تاهت ولقتها عندك سيبها سيب روحي عندك وافتح ببينك لللي جاي مواجب وانت اللي عاجب مغرم ده قال له واجب فكرك وصادك هبقى ازاي حالي قد انت شايف رحب وكرم وضايف ماشي واحكم بقلبك هي اصل موضوعها الاغنية الاغنية لطيفة ودانس وبترقص فهي مش لازم تكون يعني اكتر حاجة المتوقف عندها في الاغنية دي التوزيع انه انا حسيت اول ما سمعت ان ده تومة وفوجئت انه جلال حمداوي الاغنية دي تيمة تومة تومة خالص الاقاع والجروف اللي بيستخدمه تومة في المقسوم هو معرفش بقى جلال حمداوي استنسخه واستنسخ مباشر كده هو جلال الحمداوي هنا جاي يعمل ادوار مش بتاعته بس بيعملها بيعملها زي الكتاب ما بيقول بيعملها صح بس الاغنية مش بتبدأ مقسوم بالمناسبة الاغنية بتبدأ دانس شوية كده ملفوف بعد كده بتخش على المقسوم الحت يعني زي ملفوف كده او المقسوم اللي في الاغنية شبه تومة اوي اللي بيخش بعد النظرات اصوات مصري اوي دي اصوات مصري مقسوم مصري مش ريحة جلال الحمداوي خالص اوكي طب اللي اترك العاشر طبعا هي نظرات النحواند اه خلنا في النحواند شوية نحواند على الفا فاديز بص بعد كده اه حظت حكلي كلام ملاح مروان خوري توزيع داني خوري اغنية عائلة خوري اغنية جديدة لعائدة خوري مش عارف حسن اغنية دي يعني من قلطف الاغاني اللي موجودة يعني في الالبوم مش عارف لو نسمعها كده نسمع مزق منها يالغنية اللبناني اللي عجبتك ده المقسوم اللبناني برضو لا كمان ها ده كمان من الاغاني هو لحن مركب لحن حلو لحن مركب جدا في كزا جملة لحنية لحن تحس انه دسم قوي قوي تحس ان انت بتسمع اغنية كومبو يعني دسمة جدا وتصاعدها حلو بالضبط يعني هتتتصاعد للثاني وبشكل حلو وهي برضو مقام كرد كل اغاني مروان خوري كرد تقريبا بصح اه لغاية دلوقتي كل الاغاني اللي بتقاله كرد لا كل وهم كانت نهواند كل وهم نهواند كانت نظرات نظرات مش مروان خوري بكلما اغاني مروان خوري اه التوزيع طيب عندك اي تعليقات توزيع ما فيش حاجة مختلفة في التوزيع يعني هو الشكل الشكل الاقال المقسوم اللبناني يعني ما فيش اي شيء مميز او شيء جديد لا تقليدي جدا الكلمات برضو حلوة فيها شوية جرأة فيها كله عبعضه صعب مثله يخلقه اه يعني ما عرفوش يخلقه ايه كلك عبعضك حلو عرف انت اللي هو هيدا حبيبي هيدا هيدا اللي مثله قلله بهايدا الزمن ما ضلوا يغيروا يفلوا معايدوا ماشي يعني ده اللبناني 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 كنت هقول الفعل قافية بس يودي السجن فانا هراشت انت هتقول حال اوكي اللي بعده حلالي حلالي بقى هذه قنية ذكورية جدا يا جماعة انا قد دي كان لازم جدناها راجل يعني يعني فتبس تعالى مبدئيا هي حلالي كلام نادر عبدالله لحنا احمد زعيم توزيع احمد ابراهيم وانا عايزة اتوقف قدام الكلام يعني اسمتي وبختي وحلالي رزق كم تشال وجالي فرحة حبك خلهالي فرحتين فرحتين فيك امان شبه ابتسامتك فيك حنان كمل شهامتك فيك خجل زود وسمتك مرتين مرتين هنا خدتني للحتة بتاعت ان ست اللي بتغني بس ديتني تطش شعبي شوي يعني في الاول اول ما تسمع قريت حلالي كنت حس ان هي حلالي دي حلالي دي ذكورية جدا فهي خدت حس ان هي مساجدة اللي هتغني القرنية دي حاجة عارف انت اللي هو اسمتي وبختي وحلالي اسمتي وبختي رزق كان متشال وجال تعبيرك برضو فرحة حبك حلهالي انا حاسس ان اليسا وبتغنيها عارف انت بس كان غواش الدهب الكتير دي ربنا يخليك لها مساجدة الحج الحج بقى بيستتتها اليسا بتغني للحج اللي بستتتها مش مش لها عليها الجودة خلص اه لا يعني بعيدة خالص بعدين حلالي دي كلمة منظور ديني شوية انا مظنش انها متدينة مش شكل ده اصلا انا مظنش ان اليسا عندها تدينة يعني ما اتكلمتش في المنطقة دي وانا اتحطت فيها خالص بس هي فكرة برضو المطرب مش بيغني حاجات بيغني للناس بيغني للناس ومفهومهم وثقافتهم حلالي دي اه مصرية حلالي وحرامي ممكن تبقى اغنية هي معمولة عشان افراح يا تعال نسمع كده بس هي مش جو افراح اه يعني بس يعني اولا ايه سنجليش في الافراح اه لا لا اغنية سلو تشتغل في يعني مثلا يعني فرس دانس فرس دانس هل تنفع اه يتنفع فرس دانس بس خلاص انت كده جبت يعني لقنا لها منطقة لها منطقة تخريجة بس عايز اقول الحاجة الكلام ده براء نادر عبدالله براءة كده صعلا خلاص اغنية تاني خطس مبك يعني مش حال اه احمد زعيم احمد زعيم احمد زعيم يعني اقصد بس هي جاية على فكرة كفرس دانس لو كده انت كما تعمل حاجة حلالي وهي مدية على شعبي يعني الكلام وتجيني للايني لسه بخير يعني مثلا يعني يعني عايز حاجة حلالي رزق كان متشال وجالي الجملة دي ما تتبني عليها جملة لحنية مقسوم وإقاع يعني حاجات يعني تاني مش اقول لك من الاخر كده من الاخر يعني احنا اسفينها طبعا على نقوله بس هو الكلام مش هيك بالزبط هو فيه تطش شعبي فيه تطش شعبي اه فمفيش واحدة يعني حتى لو منطقناها فالفرس دانس اه ما ينفعش يقول مفيش واحدة هتقول واحد في الفرس دانس حلالي يا حلالي بلالي تعالوا حلالي يا بلالي هو ايه طبقاء نادرة عبدالله ماله في ماله في مفيش استزواء انا حاس ان في الاستزواء بشكل عام وفكرة الاستزواء دي مش هي اللي بتحكم الشغلانة دي والله الاستزواء في ان انا الكلمة دي تنفع مع اللحن ده ولا والمطرب ده ولا تنفع هنا فيه مطربين بيرفضوا اغاني حلوة جدا بس بيرفضها المنطق ايه اني مش لاقي علي مش بتاعتي يعني ممكن فنان فيه اغنية تكسر الدنيا مع فنان تاني هو ما اخذهاش فتسأله يقول لك مش لاقي علي مش مش هتبقى لاقي علي مش بسألت صوت مش لاقي علي اللي انا بعمله على الكاركتري على فلسفتي تتفق معا انت ولا لا في الكلام ده اه طبعا متتفق معا جدا فيه يعني المطربين اللبنالين مطربات لبنان تحديدا محتاجين يكون معاهم حد مصري ايوه خبير مصري اه بيفهم في اللحجة المصرية بروديوسر مصري بروديوسر مصري عشان فيه كلام احيانا هم اصلا مش بيكونوا فاهمينه يعني فاتعرف انت فكرة الدلالة الجملة المعنى الدلالة غير المعنى يعني يعني فيه معاين كتير او الفاظ كتير لها نفس المعنى بس كل لفظ فيهم المعنى بدلالة مختلفة او بدلالة طبقية بدلالة ثقافية بدلالة مختلفة فانت ممكن تبيع لأي مطربة لبنانية حاجة هي مش فاهمها اصلا مش فاهم انها مش لايئة على الجودة والدلالة دي مرتبط ارتباط وثيق قدام باللح بالزبط يعني ما نفعش استغل استخدم مصطلحات هي شعبية وعملها اغنية فرس دانس وسنوي يعني وعاجات كده فهي الفكرة الليك تبقى فاهم اصلا المشكلة دي المشكلة دي ملاقيها عند نانسي ملاقيها عند كارول سماحة ملاقيها عند ميريان فارس انه هو بياخده كلام مصري احيانا مش فاهمين دلالته فبيوزعوه غلط قلة ضمير من الشعر والملحم انا اسف ان انا بقولها واقولك حاجة عايزة بيعو خلاص عشان برضو ماشي عشان بازح هعندش يزعل من انا احيانا بحس ان فكرة ان انت لازم الشعر والملحم يروحوا بيروت يشرفوا يعني نقولين بتتسجل النهاردة في بيروت تتوزع وتتسجل يروحوا يحضروا لان انا بسمع في موظم يعني بنسمع يعني من زميلنا وكحاجات يعني حكايات ان الاغارين بتتسجل في بيروت وهما عاديين في مصر اه لا ابعتينه بالطيارة يجي يقعد يوم يسمع اولا يسمع النقط اصلا انت ممكن كان بيحصل زمان كان بيحصل زمان بطل يحصل مع الواتساب بقى اه اه هبعط لك وبعدين هقولك حاجة الشعر والملحم همه خش زوم دلوقتي مش عايزة عمم والله بس في عدد كبير ومش بقول على نادر عبدالله والمجموعة للشغالة في عدد كبير من الشعر والملحم يبقى اهمه ان انا بيع الاغنية فخلاص تسجلت وتوزعت لو المطرب بعد حالي سمعتها على واتساب او نسخة هقول له حلوة عشان تنزل حتى لو مززفت يعني في ناس كتير كده ليه يا باشا هايزة اقفل لعشارتلاف دولار بتوعي فيها ولا خمساشر ألف هيوزل خمساشر دلوقتي اه لا في ناس عدد تلاششين ألف دولار طب ما تيجي نخش المجال ده لو على المستوى ده من الكتابة ممكن نكتبع نسأت يعني ممكن نكتبع فهي الفكرة في ايه انه طبعا مش مش بنا بقالي المحد خلص بالعكس ده شعر كبير جدا بس هي الفكرة في انه في حاجات تفايتة عليه يعني انت عايز تخلصه بيها انا مقدر جدا ان الناس عايزة تشتغل بس هو في الاخر ده الفرق بين الفنان البروديوسر اللي بقى فاهم الكلمة بتتحط فين دي جابها في فكرة اختلاف الثقافات واللهجات احيانا ممكن يقع من يعني عشان دي مش مشكلة إليسا لوحدها هي مشكلة لبنان كلها مع الغنم المصري ايوة في رغب علامة يا نانسي كذا حد بيقعه في الوقاعة دي بيكون الدلالة فكرة الدلالة مش بس انك تفهم المعنى انك تعرف دلالة الكلمة دي في الثقافة المصرية ايه وتوظيفها ايه يعني مش بس ان انها معناها حلالي اللي هو جوزي او حبيبي او كده لا بس هي لها مدلول مش رومانسي اوي يعني فاهمة تعال الرحب بقى فالاغنية مقام كورد نحنها كورد تعال الرحب بقى للاغنية الفلسفية اللي من اول ما بتسمعها كده بتقول ان ده محمد رحيم من غير حاجة ده كلام لحد توزيع محمد رحيم اغنية خليو فيروز خليو فيروز محمد رحيم تقول اغنية لا فتت نظري في الالبوم على الفكرة الاسم طبعا انت عاقل نسمع ده محمد رحيم يعني كتارات محمد رحيم ودخول محمد رحيم نحاول بقى ايه مجير على فكرة ده مجير مش منير دي واحدة من احلى اغاني الالبوم ولحنا وكلماتا وتوزيعا واتفق ما في الماء الحقيقي وقفلة حلوة قوي للالبوم رغم ده هي مش عاملة مشاهداتها هي اقل مشاهدات استماعات اسف على انغامي وسبوط مش فاهم ليه عشان اخر واحدة عشان اخر واحدة اه لان الالبوم طويل بصراحة عشان توصل لها ممكن واحد يزق ما يوصل لها بالضبط هقولك حاجة في مشكلة في الالبوم ده انه انت بادئ الالبوم اه في اغنية هت حلوة قوي بتمال على البيت بعد كده هديني درامات 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 فده بيقفل ناس فاكر لما كنا تكلمنا في حلقة قبل كده على الزكاء في ترتيب الاغاني بيبقى ازاي علشان تكسر الملل وتنقل من شكل لشكل وكده ليسا بعد الهت اديتك جرع الدراما طويلة ده بيخلق ملل عند ناس يعني ساعات كمان الدرامات بين نفس المقام ونفس الركوز وده حصلت في غنواتين واربعات فده بيخلق الترتيب على فكرة ترتيب الاغاني شيء مهم جدا 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 في صناعة الالبوم وفي نفسية المستمع يعني في المود بتاع المستمع ممكن تقفلني من الالبوم لو قعدت سمعت تلت اغاني دراما واربعات فبداية الالبوم وكتقفل منه مش بتكمل نظمها ركات بالزبط وكبال في حاجة خد بالك احنا كل الاغاني اللي احنا نتكلم عنها من 11 اغنية يا كردي يا نهواند كردي نهواند كردي نهواند كردي نهواند وإحنا أصلا متفقين الكردي والنهواند هم أصلا يعني فهم زي بعض وبتتكلم في 12 تراك جيت عند التراك الـ 12 بقى اللي هو خوليو فيروز لا عجم ده هنا عجم وحلو يعني أنتا جاي على المجير تخليه في الآخر خالص طب حطيلي واحدة في النص مجير عشان حتى نكسر نكسر الموت شوية من الكردي والنهواند اللي هم شبه بعض قوي يعني شبه بعض قوي كردي ونهواند وكله كردي ونهواند مفيش حتة حجاز مفيش حتة بياتي مفيش حتة عجم عجم في الآخر بقى خالص في اللي هو خوليو فيروز فبرضو ده بيفرق فالأغنية دي اتظلمت يعني أنا حاسب أنها مظلومة فيه فرق كبير هنا بقى الأغنية دي فيه أغنية احنا تكلمنا عليها اللي هي الأغنية بتاعت من أول السطر من أول السطر وهقف وهكمل وأنا سكتين برضو وأنا سكتين اللي هو أنا حاجات كتير أنا حاجات كتير لأ بس الأغنية دي لو هقارنها من أول السطر أول السطر بديت انطباع سوداوي ودرامي شوية هنا نفس المعنى بس الدتهوني بشكل فيه نوع من البهجة والتفاؤل اللي هو إيه أنا مكمل هعاز تقول في أول السطر إيه أنا مش هقع وانا مش هكسر وانا مكمل وانا قوي صح؟ هنا قالت نفس المعنى بشكل مبهج صح؟ يعني هنا بتقول لك حالات كتير بعيشها ومتنقضات زي سكتين زي سكتين اللي هي فكرة أنا حاجات كتير أه يعني أعيز أقول لك حاجة إن الأغنية دي هي واخد الفكرتين بتاعت أنا سكتين ومن أول السطر ده الكمبو بتاعهم الكمبو بتاعهم اللي هي عايزة إيليسا من الآخر تعبر عن شخصيتها أه بالزبط تمام؟ بس هنا حرفانة وحلاوة محمد رحيم إنه عبر عن شخصيت إيليسا بشكل فيه بهجة فيه تفاؤل فيه نظرة مستقبلية حالات كتير بعيشها ومتنقضات تيجي الدموع عطنشها وعطي السعادة دايما في أجدع أزمة وقفة بسبات وفي حزن عن بيكاريزمة سكر زيادة تفاصيل في بداية العمر كم زرف كم قصة خلونا أدوء المر وأكبر وأنا بقصة وأنا بقصة سوري وأكبر وأنا بقصة يعني إيه بقى أكبر وأنا بقصة يعني وأنا بقصة دي دي ليه أن أنا صغيرة أكبر وأنا لسه بقصة فكرة أن البنات اللي بتعمل القصة وهم صغيرين صح صح تفاصيل في بداية العمر كم زرف كم قصة خلونا ديقوا المر وأكبر وأنا بقصة وعيني عيني على الإنسان لو كان تابعه رئيق حساس يزعى الموت يرجع بزكاء ويغير مجرى الإحساس مجرى الأحداث دي حتى دي عن المرض دي حتى دي عن تجربة وتعلمت عيش حياتي بقلب طفلة وعقل راسي يبقى لي رد جد ورد دبلوماسي حلوة هنا سكتين سكتين وكرنتي عندي خط أحمر شيء أساسي هنا فيه أفيا آه بس الأفيا حلوة يعني رد رسمي رد جد ورد دبلوماسي دبلوماسي كلمة أصلا ندرة في الأغاني بالظبط كلمة ندرة وبش تيه لما فيهاش قاف بقى بالظبط عندي بقى الحتة بتاعت ايه أنا ليه يا زوقي في الموسيقى والقراية الموسيقى تقيلة وما في لبنان بيقولوا الموسيقى كان ممكن تقولها الموسيقى ما تقولي لبنان ومصر كتير ممكن تقولتي الموسيقى بالمرة وفن الجمال والسحر أسرارهم معايا وفي كل طلعة يوم جديد ببدأ بداية ولما الدنيا تبوز عمري ما بازعل ولا بضرب بوز بس مع خوليو بس مع فيروز في الفرح دي أحلى جملة لحنية في الشريك كله يعني في الآبوم كله نسمع فيروز هممكن أشغلها؟ طب احنا شغلناها بس عشان الكابيرايت فهي ممكن ايه؟ لا الحتة بتاعك طب رفنا واحدة ريبورتت هشغل طب خلينا نحلل للاول الكوز الاول اللحنة في الاول حاجات كتيرة بعشها متناقضة هنا نحن نسعى المجير ايوا تفضل بتاعها شوية في السينيو تفاصيل في بداية العم يا نارا للا ميش هي بقى بتروح لمقام الكوردي في الحتة بتاعت أنا ليا زوئي في الموسيقى والإراء أنا ليا زوئي في الموسيقى والإراء نسرا هنا هنا زعلت هنا هنا في حاجة مزعلاني ايه؟ مش ملاحظ ان دي انا كل حاجة حلمت بيها لقيتها فيك نظرة عيونك رئتك لمسيت ايديك خوفك علي ولفتك الله عليك انا لي زوئي في الموزير فن الجمال والدأسررهم مش مزهورة كاملة لا همه هم الست موزير هم الست موزير هم الست موزير يعني 95% هل هي اولا كتلحن رحيم ولا كتلحن حد تاني نادر نور الله عليك عامر مونيد بس هي مش ده اللحن الاساسي خب بالك لا تفريع من اللحن وفي التالت الاخران واللحن بليان كتير وفي التالت الاخران لحن بيروح في حتة تانية خلص اه لما الدنيا تبوص دي فكرة جديدة اه طبع واصل رحيم عمل بتاع 5 افكار الفكرة لما تكلمنا عن رحيم انه كان دائما بيعمل 3 افكار موسيقية 3 اي 4 و 5 اه فالحانه فهو دايما عنده واجعوا حلقة شامع بس عن رحيم تحديدا فهو دايما من الناس اللي عنده كذا فكرة في الجمل اللحنية كذا فكرة جحنية في البزيج وانا شايف انه افضل ختم للالبوم كانت الاغنية دي بصراحة وان لم تكن افضل اغنية في الالبوم من وجه التزر ما شايف ان دي اكتر اغنية مكتملة تردون ان اللحن قوي التوزيع بتاع رحيم برضو قال عاجبني رحيم كموزع بالمناسبة هو عامل حاجة كده بوزانوفا او حاجة فيها الصلصة والحاجات اللي هي اللي قاعات اللاتن دي بشكل مبهج وعمل اللحنة برضو جميل اللي هو الافكار الكتيرة الخمس افكار الموجودين كلهم حلوين الافكار كلها حلوة يعني والكلام برضو صادم يعني انا بسمع خلي وبسمع فيروز دي جملة صادمة جملة جديدة لانا لو يزق في الموسيقى وبسمع فيروز وكده يعني كلام مش مجرد القوافي وخلاص وهنا كمان مفيش مباشرة في التعبير عن حالة التنوع اللي في شخصيتها بالضبط يعني هي ذاتية ومكتوبة حلو مكتوبة حلو وهو ده الفرق ما بين لما اجي اكتب حاجة عايز اعبر بيها عن فكرة ذاتية او ان انا شخصية بوجوه كتيرة واننا اروح اكتب حاجة مباشرة قوي يعني انزلق لفكرة بقى امشي معي في السليم وانا سكتين وانت امشي بقى خليك معي في السليم خليك معي في السليم ده بشكل عام البوم اليسا انا شايف انه البوم بشكل عام بوجهة نظري ياخد ستة من عشرة يعني على مستويات كتير جدا مش عارف انت تدي الالبوم كام هتدريه سبعة ونص تمام هتدريه سبعة ونص عشان كويس اصلا ان الالبوم ده نزل يعني كويس ان الخطوة نفسها خلصت المعاناة اللي كانت فيها انها تنزل البوم ومشاكل ومش عارف ايه وخناءات وشركات وصراعات قانونية فخلاص هي تبقى على الخط خلاص يعني بتنزلت الالبوم الخطوة اللي بعدها هيكون انتاجها برضو اكيد فكويس ان احنا خلصنا من المرحلة بتاعت ان انا ايه هانتج لنفسي وهعادي المشاكل يعني فانا شايف انها خطوة اجابية لقدام هتبني عليها للي جاي بشكل هيكون افضل اكيد اكيد ام جد شكرا جدا استمتعت بالحلقة دي ان شاء الله المصنع مكمل من فترة الجاية خرج من السيانة خلاص اه خرجنا من السيانة ان شاء الله الحلقة الجاية هتبقى على موضوع جديد وعلى مطرب جديد استنونا في حلقة جديدة من بودكاستر واسمالجاني شكرا كامجر شكرا مستخدمت بساطة جدا بالحلقة دي معك وانا كمان باي باي